نغلب ولايات الوطن لنهار اليوم الأحد وحد الأيام القليلة المقبلة نتوقع استمرار الاستقرار والصفاء باستثناء تصرب الهواء البارد نسبيا رح يعمل خلال الساعة القليلة المقبلة على خفض درجات الحرارة خاصة من المناطق الداخلية الشرقية إلى خمس درجات إن شاء الله وبالنسبة لأسواحي الوطنية رح تكون كذلك انخفاض محسوس بالنسبة لدرجات الحوى الدنيا تكون إن شاء الله ما بين 10 إلى 15 درجة ونشوفوا التفاصيل بالنسبة للتوقعات للساعات القليلة المقبلة حسب خاية توزية تساقط الأمطار بداية من يوم غد الاثنين إلى غاية يوم الأربعة إن شاء الله نلاحظوا الأجواء صافية وباستثناء بعض السحب العابرة وسحب من النوع العالم متفرقة رح نسجلوها خاصة على المناطق السحلية الغربية وكذلك الشرقية وبعض المناطق الداخلية للبلاد وهذا بداية من يوم الاثنين إلى غاية يوم الأربعة المقبل إن شاء الله يعني نلاحظوا استقرار وصفاء تام يخص جل ولايات الوطن بدون استثناء ونمر إلى توقعات طويلة المدى إن شاء الله حسب خارط الضغط الجوي بداية من يوم غد الاثنين خمسة وعشرين من شهر سبتمبر إلى غاية يوم الأربعة الرابع من شهر أكتوبر إن شاء الله مشاهدين نلاحظوا مرتفع قوي لزغط الجوي يعني هو يسيطر على جل ولايات الوطن وحتى شمال أوروبا يعني هذا المرتفع يعتبر كحاجز أو مانع ليمنع تسرب الهواء البلد المتواجد غرب أوروبا كنلاحظوا فيه يعني الأجواء تبقى دايما مستقرة إلى غاية الرابع من شهر أكتوبر المقبل مشاهدين وهذا بسبب بفعل تمركز مرتفع قوي للضغط الجوي كما نلاحظوا على حوض البحر الأبيض المتوسط حتى على أوروبا للساعات القليلة المقبلة للأسف يعني ما علينا في مثل هذه الوضعيات الجوية سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يغثنا غيثا نافعا خلال أيام القليلة المقبلة كوننا في فصل الخريف والأمطار يعني موعدها خلال الأيام وحتى الساعات القليلة المقبلة لكن حسب توقعات طويلة المدى والنمع ذجلتي أمامنا نلاحظ أن هناك استقرار إلى غاية الشهر إلى غاية الرابع من شهر أكتوبر المقبل إن شاء الله بالنسبة للكتل هوائية ودرجات الحارة إن شاء الله المرتقبة بداية من يوم غد الأثنين إلى غاية يوم الأربعة إن شاء الله نلاحظوا اللون الأخضر دائما يبقى دائما حاضر على المدن الداخلية وحسب مفتاح الخريطة اللون الأخضر يوشي على أن درجات الحارة ستكون جد منخفضة يعني درجات الحارة ستكون إن شاء الله ما بين 5 إلى 7 درجات فقط سنسجلها على سبيل المثال على مدينة قسنطينة سطيف بورج بوريج بيت ناميلا خنشلا كذلك تبسة سوق هرس حتى على مدينة أملب واقي بالنسبة لباقي المناطق الشمالية ستكون إن شاء الله ما بين 10 إلى 15 درجة كأعلى من قياس إن شاء الله بالنسبة لفترة الصباحة وحتى الفترة الليلية أما عن الظاهرة الحمد لله أن الألوان الخريفية اللون الأصفر إلى البرتقالي سيبقى دايما يميز أغلب المناطق الشمالية للبلاد على الرغم الأجوار ستكون مستقرة إلا أن درجات الحارة إن شاء الله تبقى دايما فصلية وتبقى دايما درجات الحارة منعيشة سنبقى نسجل إن شاء الله ما بين حوالي 20 إلى غاية 25 أو 28 درجة كأعلى من قياس مرتقب بشمال البلاد جنوب البلاد مشاهدينا بالنسبة لفترة الصباحة وحتى الفترة الليلية كذلك سيكون لديها تأثير بالهواء البارد نسبيا لتسرب إلى المناطق الشرقية يكون لديها تأثير على المناطق الجنوبية يخلي درجات الحرارة الدنيا إن شاء الله تكون بحول الله ما بين حوالي 15 درجة إلى غاية 25 درجة كأعلى من قياس أما عن الظاهرة مشاهدينا نلاحظوا يبقى دايما المرتفع القوي للضغط الجوي يبقى دايما يسيطر على الجهة الغربية الجنوبية للبلاد خاصة على مدينة بشار بن عباس تندوف إن صالح كذلك على أدراحة على مدينة برج بجي مختار تخلي درجة الحارة بقاديما مرتفعة بـ 45 درجة مئويات تحت الظل شمال السحراء منطقة الواحة والجنوب الشرقي إن شاء الله سجل ما بين 35 إلى غاية 40 درجة إن شاء الله حالة البحر مشاهدينا المرتقبة للساعات القليلة المقبلة في ظل استمرار الاستقرار في الوضعية الجوية البحر سيكون إن شاء الله خاصة على السواحل الغربية والوسطى من قليل إطراب إلى مضطرب محليا اللحظوا يعني اللون الأخضر سرعة الرياح تكون حاضرة وبقوة على السواحل الغربية بسرعة تصل إلى غاية أو تتدى 60 كم في الساعة على عكس السواحل الوسطى والشرقية نوعا ما يكون بحر هادئ وجميل وهذا ليوم الاثنين أما عن يوم ثلاثة وحتى يوم الأربعاء المشاهدين نحضر سيصبح بحر هادئ وجميل على طول الشريط الساحلي مع رياح ضعيفة سرعة ما بين 20 حتى 30 كم في الساعة واتجاه الموجة رح تكون شمالية شرقية تماما كذلك على طول الشريط الساحلي بهذا مشاهدينا السليطي ورقة تحوال التقص نعود الآن إلى سميرا لاستكمال بقية الأخبار شكرا لك حسيبة مشاهدينا نعود لمواصلة هذا